السلام عليكم مرحبا بكم معي في قناة طوب لوك كنتمنى تكونوا بخير ولا خير انتم ما كتشوفوا الفيديو ديالات النهار يوم شاء الله كنقدم لكم بسبوسة بالكريمة كتجي لديدة بثاف في القوى اللي بديل المول العجيب اللي كيكونوا هكا صغار كتجي راقية والمضاق الديد بثاف كنتمنى انكم تجربوها لإعجابكم لكيشوف القناة الاول مرة مستشي اشترك فيها وفعل جرس بشي توصل دائما بجديد الوصفات إلا عجبكم الفيديو وبرتجيه مع الأحباب والأصدقاء بجتهم الفائضة لا تنسوش تخليوا لايك الفيديو كذلك وحتى لقزويني دائما كيزيت الشجاني بلما نزيد نطول إليكم بشو نشوف المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة إذا بسم الله على بركة الله في المقادر نحتاج جوج حباس ديالبيض اللي يكونوا بحرارة المطبخ نصف كأس ديال الزيت ونصف كأس ديال السكر حبيبات نصف كأس ديال الساميد اللي كيكون هاكا رقيق اللي كنستعمل في البسبوسة او الحرشة نحتاج الكأس وتقريبا ثلاثة ملعق من فوقها رشة ديال الملح كيسم سكر فاني لكيعدل 7 جرام وكيسم الخامير الكيميائي كذلك 7 جرام بالنسبة للنصف كؤوس فأخذيت الكأس ديال عنبادك الكأس اللي عبره في سميده وقدرت نصف دياله ديال السكر وكذلك ديال الزيت إذا فقنا غدي نوضع البيض غدي نضيف لرشة ديال الملح غدي نضيف نصف كأس ديال السكر غدي نزيد هنا يدك الكيس ديال الفاني غدي نخلط المكونات مزيان مع بادياتها نحتكي بيض الخالد ديال البيض فبلا ما تحتاجوا انكم تتربوا بالخلط الكهربائي فبسرعة كتوجد غدي نضيف نصف كأس ديال الزيت ونخلط مزيان نضيف نصف كأس ديال ياغورت فاليكي عادل مية وعشرة جرام ونخلط المكونات جيدا نفرغ السامن ونخلط مزيان نفرغ السامن نفرغ السامن ونخلط مزيان نفرغ السامن نضيف نصف الكيس الخامير الكيميائي فلاحظت مزال القوام باقي خفيف فضفت ثلاثة المعالقة كبار السامن من فوق هذا الخالد بها الطريقة كيف يكون خفيف وحد شوية فقط كما تلاحظه نفرغ السامن نفرغ السامن ونفرغ السامن كما تلاحظه هم القوالب على العفوة التي نستعمل يكون الشكل المول العجيب استعملوا أي قوالب تفضلوا كما تلاحظه في المول الكبير وتقسم الخالط النصفين يمكن لكم كما تلاحظه الخالط قليلا سوف نفرغ السامن نفرغ السامن تقريبا 5 دقائق سوف نفرغ السامن الملاحظة نفرغ السامن نفرغ السامن كما تلاحظه كما تلاحظه بها الطريقة ان تستعمل خالط من أكثر نفرغ السامن تقريبا 4 قطع من الحجمة نعطيب هذه السامن حتى لا يستمشه بالكبير و بعد نكمل خالط يتقل كما تستخدم تنظر حليب كي نضغط نضيفه في المول ونكمل لطياب هنا نسالي كمية نسخنا الفرن من قبل تقريبا 5 دقائق و ندخلهم على نار المتوسطة نحمر الجوانب و ننزلهم من فوق نحضر السيرو و نحتاجه لكاس الماء و نسبة كاس السكر نقص السكر لكي لا يريد البسبوسة جيدة و نسمى السيرو بلفاني بما أننا وجدنا البسبوسة بلفاني و نحفظها على النكاة سوف نضيفه فوق النار حتى تغلي و نضيفه 5 دقائق حتى 8 دقائق و نضيفه نضيف البسبوسة نضيفه نضيفه و نضيفه على النكاة إما البسبوسة ستكون سخونة و برد أو العكس نضيفه و نضيفه سوف نكمل الكمية اللي بقتلية البسبوسة فإذا كان لديكم الليمول بزافة سقيهم غيف الليمول وهم بعد حيودوهم وهنا الكريمة نحتاج نصف لتر الحالب كيس سكر فاني 7 جرام سبعة و نسك جوج قطاع الجبن المثلث لدي العلبة الجبن الكريمي اللي كيكون محلة او اللي كنعرفوه هنا في المغرب بيرلي نحتاج هنا كذلك الثلاث ملايق الناشا او الميزينة والثلاث ملايق ديل سكر حبيبات بالنسبة لهذا الكريمة ما كتجيش حلوة كتجي هي هاديك فعدي نضيف الناشا للحاليب ونضيف كذلك السكر ونخلط المكونات مزيان مع بدياتها ونوضحها من فوق النار مع تحريك المستمر حتى تعقاد الكريمة هناين بعد ما عقدت الكريمة كما تلاحظوا نضيف لها هنا يدك الكيس ديا سكر فاني هنا يدفتوه في الاخير باش كي يبقى عطي نكهة اكثر ونضيف الجبن ونخلط مزيان بحت الكريمة برقي سخونة باش يدوب سوف نضيف الجبن الكريمة سوف نخلط المكونات جيدا مع بادياتها هنا احتك يدوب من زيان هذا الخالط هنا بالنسبة للكريمة فشط لي منها شوية هكا تقريبا واحد الكأس فوضعته في كأس هكا قدمته كتحلية هنا لما بريتوش يعني تبقى شيطا لكم فنقصوا الكيميا دي الحاليب سوف نفرغها مباشرة من فوق البسبوسة بهذه الطريقة صراحة هاد الكريمة كده رائعة جدا ما كنغيرهاش في البسبوسة فكنبغيها بزاف صراحة كنتمنى انكم تجربوه تعجبكم سوف ندخلهم كاللاجحة كيبردو ونقدموهم بهذا الشكل كيبقى دائما تزيني لحسب الرغبة فمخدوش وقت طويل في الثلاجات تقريبا واحد الساعة وقدمتهم كيجيوا رائعين جدا وكذلك البسبوسة راهمني كاتبات كتولي لديدة لديدة بزاف صراحة بقولي حبات خليتهم تلغد لي وتناولناهم فصراحة تركز تلك المداق ديال الفاني اكتر كنتمنى ان الوصفة ديال هاد النهار تكون نالت ايجابكم وتجربوها ان شاء الله وتردو عليها في التعليقات كنتمنى انكم تجربوهم وتردو عليها رأيكم سنقسم معكم باش تشوفو كما كتلاحظو كتشيه شيشا وكتدوب في الفم ما تنسوش دائما تخلو لي ارائكم واقتراحاتكم نتلقوا في الوصفة الجاية ان شاء الله خليتلكم الراحة وبصحة وراحة ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة